أستاذ بها أبقى معي أستاذ ياسر برغم كل ما جرى في أوكرانيا والحرب المستمرة الطاحنة هذا لم يمنع فنلندا والسويد من تقديم طلب للانضمام إلى النايتو يعني الحرب الروسية على أوكرانيا لم تردعم لا فنلندا ولا السويد شجعتهما بالعكس لدخول في تحدي أمام روسيا هل هذا يشكل من ناحية أو أخرى رادعا للصين درس الأوكراني لروسيا يعتبر درسا مقدما للصين في تايوان إن هي أرادت المغامرة يعني مبدئيا بالنسبة لموضوع فنلندا والسويد فنلندا والسويد يعني اشترطوا قبل التقديم على الناتو أن يكون هناك ضمانات أمنية وكانت لها ما أرادت لذلك كانت هناك ضمانات خطية مكتوبة من قبل بريطانيا وضمانات شفاوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذن السويد وفنلندا كانت لديهم مخاوف كبيرة وتصاعدت هذه المخاوف بعد حرب روسيا لأوكرانيا البرلمانات صوتت بطريقة الإجماع على الانضمام إلى الناتو إذن هذه مخاوف شعبية أيضا ولكن أساسة في كلا الدولتين اشترطوا على أمريكا أن يكون هناك ضمانات وبالتالي كان لهم مكان لذلك أنا بتصوري هذه الضمانات التي قدمت إلى فنلندا والسويد هي التي ردعت روسيا على أن تصعد أي عمل عسكري باتجاه الحدود الفنلندية بالإضافة إلى انشغار روسيا في الحرب الأوكراني ولكن السؤال لماذا لم يكن هناك ضمانات أيضا لأوكرانيا أوكرانيا عندما قدمت طلب الناتو لماذا لم يكن هناك لديها ضمانات إذن بالنتيجة الولايات المتحدة الأمريكية وجهت رسالة واضحة إلى بوتين إذا تقدمت أي خطوة بالتصعيد اتجاه فنلندا والسويد سيكون نحن أمامك وبدون الناتو نحن سنكون كوننا دولة نحن ودول من الناتو ضامنين لأمن كلا البلدتين الآن بالنسبة لموضوع الصين أنا بتصوري أولا لنقولها بالصراحة الرئيس بايدين ما قال هذا الكلام عباس وكما ذكر الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية هذا ليس رئيس بسيط حتى لو كان البعض يسوق فكرة أنه طاعم في السن وبدأ يظهر عليه مظاهر الخرف ولكن أنا أتصور هناك إدارة تتكلم عن جولة مهمة جدا زيارة كوريا الجنوبية زيارة اليابان وأيضا تايوان أنا أتصور هي رسالة واضحة وجلية من الإدارة الأمريكية عبر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين بأننا لدينا معلومات وسنردع أي هجوم عسكري والدليل على ذلك تصريحات رئاس الأركان لولايات المتحدة الأمريكية عندما صرح رئيس الأركان وقال لدينا خطط جاهزة لعمليات مفاجئة قد تقوم بها الصين إذن هناك تصعيد يعني معلومات قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تصريح مباشر من القوى العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية إذن أنا بتصوري هناك رسالة واضحة باتجاه الصين لن نسمح لك بأي تصعيد واستغلال ما يحدث فيه ما بين روسيا وأوكرانيا أنا بتصوري طوريط روسيا وإخراج حتى اللحظة لم تنتهي المعركة ولكن إخراج روسيا بشكل مزل ومقهور سيكون هناك أكثر من حساب للصين أو لأي دولة تعتدي على دول مجاورة إذن الصين خلال هذه الفترة لن تستطيع أن تقوم بعمل عسكري كون أن الولايات المتحدة الأمريكية تردع هذا العمل والصين فيما بعد عندما ترك انكسار بوتين في أوكرانيا وخروج مزل للاتحاز لروسيا الفيدرالية من أوكرانيا يعني لأن الدول لم تعد تفكر في أي اعتداء إلا في حال موافقة دولية لهذا التدخل العسكري أتكلم باتجاه إيران التي لاتيها أطماع في دول عربية مجاورة لها بشكل خشن وعسكري عبر اليمن عبر العراق وعبر أكثر من دولة والخليج على وجه التحديد وأتكلم أيضا عن الصين التي ترى في مشكلة تايبي أنها يجب أن تحل تايوان أنها يجب أن تحل أنا بتصور الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى العلاقة بينها وبين الصين فقط عبر تايوان هناك علاقات ضخمة ما بين البلدين اقتصادية وسياسية وما شابه ولكن هذه نقطة فصل لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتسرع الصين وتختلق عمل عسكري في هذه المنطقة لذلك كانت تصريحات شأنها شأن تصريحات في فنلندا هناك ضمانات في فنلندا والسويد لن نسمح لبوتين بإيجاد أي عمل عسكري والآن هناك تصريح واضح للصين لن نسمح لك بأن تقوم بأي عمل عسكري باتجاه تايوان إذن هناك إجماع بالمنطقة الإقليمي عبر اليابان وكوريا وتايبي وأيضا هناك آلية ردع واضحة من القوة الأولى في العالم وهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك أي أطماع للصين بعمل عسكري مباشر وستبقى الصين على أسلوبها المعتاد قوة ناعمة هي لا تريد المواجهة ما قبل 30 أو 40 سنة قادمة كون أنها تقوم بعملية بناء لحالة مواجهة وليست جاهزة حتى اللحظة جميل أشرت إلى تصريح مهم جدا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أنقله للدكتور كوفيد طعمي ترجمة نانسي قنقر